ساعات قليلة وتنهي فصائل المعارضة العسكرية في إدلب عمليات سحب كافة أسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح التي تم التوصل إليها بين الأتراك والروس مؤخراً ضمن ما عرف باتفاق سوتي الفصائل المقاتلة التي رفضت تسليم سلاحها الثقيل سابقاً قالت إنها سحبت إلى مواقعها الخلفية مؤكدة أن المقرات والنقاط التي يتواجد فيها عناصرها ستبقى في مكانها وسيتم الحفاظ على التحصينات والخطوط الدفاعية في هذه الأثناء أرسلت القوات التركية أسلحة متنوعة وعربات مدرعة إلى المنطقة منزوعة السلاح من أجل الاستعداد لإجراء دوريات بالتنسيق مع القوات الروسية في منطقة يتراوح عمقها بين 15 إلى 20 كم على خطوط التماس بين فصائل المعارضة وقوات النظام الذي اعتبر من جانبه أن اتفاق إدلب هو اتفاق مؤقت وكان مكسباً سيضاف إلى مكاسبه الميدانية حيث لا تنازل عن إدلب بالنسبة للنظام بالتوازي مع ذلك يبدو الموقف التركي تجاه مثل هذه التصريحات أكثر حساسية وصرامة مع دخول القوات التركية إدلب وزرعها نقاطاً للمراقبة منعاً لأي اختراق وهي التي تدخلت بقوة لإنجاز اتفاق سوتي إثنان ودفعتها للتوقيع عليه رغم أنها تعلم تماماً مراهنة موسكو على فشله بخاصة لجهات التخلص من تنظيمات كجبهة النصرة وأرادت من وراء ذلك وضع تركيا في موقف ضعيف ودفعها إلى التخلي عن معارضة جتياح روسيا لإدلب لكن الأغلب أن الطرفين يعتمدان على الرهانات أكثر من اهتمامهما بنصوص الاتفاق بخاصة الجانب التركي الذي يعول على اجتماع إسطنبول الرباعي بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا للضغط على بوتين للتراجع نهائياً عن فكرة جتياح إدلب بخاصة بوجود مصالح اقتصادية مع ألمانيا قد تدفعه إلى تطبيق الحل السياسي في سوريا ولو بعد حين